أعلن إيهاب الهيطة مدير المنتخب الوطني أسماء لاعبي الأندريا المصرية الذين وقع عليهم الاختيار من جانب الأرجنتيني هكتر كوبر المدير الفني وعددهم عشرة لاعبين لينضموا إلى جانب 15 لاعبا من المحترفين في الخارج لمعسكر المنتخب المقبل الذي يبدأ يوم الاثنين الثاني من أكتوبر استعدادا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من تصفية كأس العالم روسيا 2018 المقرر إقامته يوم الأحد الثامن أكتوبر المقبل في ساعة السابعة مساء باستاذ الجيش ببرج العرب ضمت القائمة سبع تلاعبين من الأهل وثلاثة تلاعبين من الزمالك أكد الهيطة أن مؤتمر الصحفية المتعلقة بالترتيبات والاستعدادات لمباراة الكونغو سيعقد يوم الاثنين الثاني من أكتوبر المقبل بمشروع الهدف بعدها مباشرة يتوجه الفريق لإقامة معسكري في اليوم نفسه بمدينة برج العرب من الإسكندرية